اشتركوا في القناة تحدثنا أيضا على التعاون الأمني والقضائي مسألة أساسية ومهمة لأن أمن الوطني مترابط مع بعض البعض وأي خلل يقع لقدر الله في أي قطر من أقطارنا الثلاث لابد من أن ينعكس سلبا على الأقطار المجاوية ظروف الأمنية التي مرت بها بلدان وخاصة ليبيا الشقيقة تقتضي منها تعاون أمني مستمر ويقضى أمنية لمواجهة انتشار السلاح والمجموعات المسلحة وانتشار المجموعات الإرهابية تشاور بشأن التعاون الاقتصادي والاستثماري وتحسين مستوى المبادلات التجارية كذلك تحدثنا عن القمة العربية في العراق أكدنا على مشاركتنا كدول ثلاث مع عدم تحديدنا إلى حد الآن مستوى هذه المشاركة ولكن نحن متفقون أن نكون حاضرين في القمة العربية في بغداد شريكة أول من اسمه الشريكة العربي وهي الشريكة الخامس من أكثر فيما يتعلم طبيعة من المسادة أشقائنا في فلسطين وإدانتها للاعتداءات الأخيرة على غزة وعدم التزام إسرائيل بالاتفاقية الدولية تحدثنا عن الوضع في سوريا والوضع المأساوي الذي يدوتناك وأنه يجب وضع حد لصفك الدماء ويجب وضع حد لمعاماة أشقائنا في سوريا وأكدنا على أن الحل يجب أن يكون في إطار عربي وكما تنص عليه خطة جامعة الدول العربية فالواقع اليوم غطة الكثير من القضايا بالتأكيد قضايا السياسية وقضايا إقصادية وأيضاً الأمنية والثقافية ونحن نتطلع إلى لقاءات أخرى مستقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر